السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام دعاء يجمع شمل الأسرة إيه بقول دعاء يجمع شمل الأسرة سواء إذا كانت الزوجة أو الأولاد أو حتى الأقارب أو العائلة السؤال هل هناك دعاء من أجل هداية أولادي الكثير مننا يعاني من هذا الأمر ومع شديد الأسف في البداية هناك دعاء والدعاء يا جماعة هو العبادة وليس هناك ما يمنع أن تدعو بهداية الأولاد حتى وإن لم يكن هناك دعاء صريح في هداية الأولاد لكن الدعاء هو العبادة لم نشترط عليك أن تدعو بصيغة معينة في أي موضوع ما حتى وإن لم يكن له أحاديث صريحة في السنة يعني إحنا النهاردة لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن في أوقات استجابة الدعاء هل اشترط عليك أن تدعو بدعاء معين وإنما كل إنسان يدعو على حسب حالاته فموضوعنا النهاردة دعاء لصلاح الأولاد دعاء لجمع شمل الأسرة لكن خلي بالك علشان تدعو بهداية الأولاد كان المطلوب منك في المداية اختيار الأم الصالحة رقم واحد اتنين الإنفاق على الأسرة من حلال وأن لا يأكله من حرام علشان دعاءك في النهاية يقبل يبقى أول حاجة كان ينبغي أن تحسن اختيار الأم اتنين أحسنت اختيار الأم تزوجت لازم تنفق عليهم من حلال ثلاثة التربية الصحيحة على العقيدة الصحيحة وعلى دستور أخلاق الإسلام أربعة ودي آخر حاجة ودي موضوعنا اللي هو الدعاء يبقى أنت علشان تدعو بصلاح الأولاد مطلوب منك منك ثلاث أشياء قبل الدعاء اختيار الأم سامحوني أنا بكررها لأنها مطلوبة لأن الحاجات دي مفترض الشباب يخلوا لهم منها وبرضو البنت ينبغي أن تحسن اختيار الشاب اختيار الرجل اللي هترتبط به اللي هتكون به أسرة يبقى اختيار الأم الصالحة اتنين الإنفاق من حلال ثلاثة تربية الصحيحة أربعة وهو الدحاء وهو موضوعنا طيب إيه هي الأدعية لنا من الممكن إن أنا أدعو بصلاح الأولاد إيه هي الأدعية اللي ممكن أدعو بها واحد أدعو وأقول اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتي ولطاعة الله في المقدمة لكن كلمة طاعة يعني ما يكونوش عقين وارزقني برهم اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض اللهم يا معلم يا معلم إبراهيم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم اللهم إني أسألك سرعة الفهم لهم وقوة الحفظ لهم اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان كان معكم أخوكم إسماعيل الجعبيري وفسر الأحلام تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته